تقدم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة وسمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وجموع المشيعين لتأدية صلاة الجنازة على الشهيد الرائد عبدالله راشد النعيمي من رجال قوة دفاع البحرين البواسل وذلك بمقبرة لحنينية وقد تلى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأصحاب السمو السعادة والمشيعون الدعاء للشهيد بالرحمة والمغفرة وردوان وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بعدها نقل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عزاء ومواسات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله إلى أسرتي وأهالي ذوي الشهيد الرائد عبدالله راشد النعيمي ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرح الأشقاء والمصابين من القوات المسلحة الإماراتية كما قدموا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه ودعو الله تعالى للشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويدخلهم فسيح جنانه ويتقبلهم مع الشهداء والصدقين والأبرار داعياً الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرح الأشقاء والمصابين من القوات المسلحة الإماراتية حضر التشييع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الملكي وعدد من المسؤولين وأسرة وأهالي الشهيد وجمع غفير من المواطنين ترجمة نانسي قنقر